هنا في مريس بمحافظة الضالع لا فرق بين الحديث عن استمرار القتال وعدم الالتزام بالتهدئة التي دعت اليها الامم المتحدة سوى الاختلاف في المفردات ليس الا اذ يتواصل القتال في الميدان تحت مسمى اختراق الهدنة تنصل وسقوط اخلاقي جديد تضيفه الميليشيا الى رصيدها وهي تتخلى عن كل المواثيق والالتزامات التي سبق وانقطعتها بوقف الحرب اما المقاومة الشعبية فتقول انها تقف موقف الدفاع عن النفس لن نتزحزح من جبار حتى اخر قطرة من دمائنا ولن نخضع للعفاشيين او للحوثيين مهما كان نحن ندافع عن العرض والارض وعن الشرعية نتعلم كثير من الاختراقات من جهة العيس ونحن نسأل جهة صد فقط لا غير تبحث الميليشيا عن اي تراخ وثغرة للتقدم باتجاه المناطق التي تخضع لسيطرة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الا ان عيون والترقب هؤلاء يصدان كل تلك المحاولات عدم الالتزام بوقف العمليات القتالية اثر سلبن على سير المشاورات الجارية في دولة الكويت والتي اقتصرت اعمالها بين رصد الوفد الحكومي وتوثيقه لخرقات وفد الميليشيا ودعوات المجتمع الدولي المتكررة لوقفها اشتركوا في القناة